السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلتقي النهاردة إن شاء الله في لقاء بعنوان مركزيات الوحي مركزيات الوحي في ناس بتسأل الأول إيه معنى العنوان قبل ما نتكلم في تفاصيل الموضوع لنتكلم فيه مع بعض إن شاء الله إيه معنى العنوان وليخترنا العنوان ده تعالوا نقسم كده العنوان بسرعة كلمتين مركزيات الوحي مركزيات أقصد بها بمعنى أن في أمور ثابتة في امور تكررت في امور ما ينفعش يدخل فيها الشك ما ينفعش يبقى الانسان عنده الموضوع بالنسباله شيء نسبي يعني زائد او نائس يقبل او لا يقبل احنا الاسف اصبحنا في زمن يعني بتعبير بعض الناس كده اللي هو زمن السيولة ان كل حاجة مقبولة وان كل حاجة ممكن نرجع نقبلها او نرفضها كل شيء اصبح الاسف في نوع من عدم الثبات فلذلك احنا محتاجين نرجع يكون عندنا ثوابت في حياتنا واحنا لما نرجع لثوابت احنا كمسلمين محتاجين نرجع لثوابت من الوحي من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الفكرة ان احنا نحاول واحنا بنقرأ القرآن ما هي الامور التي ركز عليها القرآن كثيرا ما هي الامور التي كررها القرآن كثيرا تكررت لتتقرر في قلوبنا يعني عشان نفهم الموضوع بصورة ابسط ببساطة جدا يعني انا عايزك تتخيل معايا الصحابي انه كان فترة من فترات على الشرك تخيل كده الصحابي اللي نزل عليه القرآن وهو كان في عهد النابي صلى الله عليه وسلم قعد فترة على الشرك الصحابي ده قبل ما ينزل القرآن على النابي صلى الله عليه وسلم قبل ما النابي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يسمع كلمة اقرأ باسم ربيك الذي خلق يسمعها من جبريل تخيل كده الصحابي ده كان بينظر الحياة ازاي يعني كان شايف الحياة ازاي كان عايش تفكيره ازاي في الطعام في الشراب في الشهوة في المعاملات في القوي في الضعيف في مفهوم الانتصار مفهوم الهزيمة الحياة الموت كان متصور ازاي قضية الموت كان متصور ازاي اي شيء هو لا يراه عالم كامل مثلا اسمه عالم الغيب اي ما يغيب عن رؤياه ما يغيب عن نظره تخيلوا كان بيشوفوا ازاي او كان متخيلوا ازاي تخيل ده الصحابي ده لما نزل عليه الوحي وقعد لأول مرة يتلقى المفاهيم دي اول مرة يسمع سورة العلق سورة المدثر سورة المزمل تخيل كده الصحابي ده اللي كان عاد فترة حياته كلها مفتوحة اللي هو عايزه بيعمله يعني اللي هو ممكن التقاليد تؤدي بانه هو والعايده بالله يدفن بنته ممكن يدفن بنته عادي يشرب الخمر ممكن يفعل ما يشاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الانسان حينما يغيب عنه الوحي بل يريده الانسان ليفجر امامه طبعا عايزك تتخيل لأول مرة بيسمع سورة الانعام لأول مرة بيسمع سورة الزمر اول مرة بيسمع سورة فاطر سورة سبق احد بيسمع وخاصة القرآن المكي تلتين القرآن تقريبا هو قرآن مكي احد بيسمع معاني معينة وبعدين بيفاجأ ان في معاني بتتكرر في مواضيع معينة بس بأساليب مختلفة بتتكرر لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن انه بانه اوصاف القرآن انه مثاني يعني مثاني احد معاني هذه الكلمة كلمة مثاني اذا ربنا وصف بها القرآن مثاني اي تثنى اي تكرر والفاتحة قيل سميت بالسبع المثاني لان السبع ايات بتاع سورة الفاتحة في سبع معاني مهمة في سورة الفاتحة هنشير اليها النهاردة ان شاء الله لابد ان تتكرر تثنى في كل صلاة تكرر يبقى اذا في معاني محورية لازم المسلم هذه المعاني لا تغيب عن ذهنه لا تغيب عن عقله وهو بيسير في الحياة قبل ما المسلم يتعامل مع الناس قبل ما المسلم يسأل حلال او حرام قبل ما المسلم اصلا يتعامل في حياتهم في الماديات او يتعامل لازم يكون مستحضر معاني معينة لازم في تكون قضايا محورية مركزية كرارها القرآن لذلك كان من العجيب جدا انك تجد ان الصحابة مثلا فاهمين الاسلام الشامل عندهم فاهم شامل للاسلام حتى لو اختلفوا في جزئيات يعني لو حصل ان بعض الصحابة يختلف في بعض الفروع الفقهية او في بعض معاني القرآن وان كان غالب خلاف الصحابة في القرآن خلاف تنوع مش خلاف تضاد لكن مع الخلافات اللي ممكن تجدها بين الصحابة لكن الاسلام فاهم الاسلام الشامل الفاهم العام للاسلام متفقين عليه في مركزيات استقرت بداخلهم فاصبحت اسس ثوابت مهم ان الانسان يتعرف على هذه المركزيات الحقيقة ان مجرد بس الاشارة ان في مركزيات وفي ثوابت مش متغيرت في ثوابت عندنا في الوحي ده امر مهم ان احنا نقرره حتى لو لم نصل ما هي هذه المركزيات ليه لان مجرد ان الانسان يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى إقبالا يعني بقلبه ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق وسيده وبيقرأ القرآن هو نفسه هيفاجأ إن القرآن بيعرفه بمواضيع متكررة القرآن بيكرر الكلام عن مواضيع لكن بصور مختلفة طيب إيبه إحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن القرآن من معانيه مثاني إيبه إذا مثاني تكرر إن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إيبه عندنا في القرآن في آيات ممكن نسميها أم الكتاب يعني آيات محكمات إن إحنا لما بنختلف في معنى آية تكون هذه الآية من المتشابهات نردها إلى المحكمات يعني مثلا لو في آية لو افترضنا مثلا آية ظاهر معنى الآية أو قد يتبادر إلى الذهن من فهم هذه الآية مثلا إن التوحيد ليس حق مثلا تخيل مثلا طبعا التوحيد ده من المحكمات اليوم الآخر من المحكمات أن الله أنزل وحيا وأرسل رسل ده من المحكمات دي محكمات فأي حد إن الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن ده من محكمات الدين من محكمات القرآن فلما حد يجيب لنا آية من القرآن ويحاول يستدل من هذه الآية أو من ظاهر هذه الآية إن كل الأديان اللي موجودة الأنحق وإن الإنسان يسعى وإن يكون مسلم أو غير مسلم لا إذا كلام باطل حتى لو حاول يستدل بالكلام ده ده كلام باطل إحنا عندنا محكمات عندنا مركزيات الوحي ثابتة مستقرة عندنا القرآن كررها كثيرا وثنها علينا كهيرا طيب إيبا إيذن ليه إحنا مهم إن إحنا نتعلم إيه مركزيات الوحي لأن زي محكمات القرآن الكررها كثيرا و ما حصل تغيير للصحابة بدأت تغيير للصحابة بتغيير نظرتهم للحياة بتغيير نظرتهم للكون بتغيير نظرتهم للبعض بتغيير نظرتهم للعالم الآخر يعني القرآن لما يكلمه مثلا عن عالم الغيب suisseur که متخيل التي ممكن الصدمة المعرفية التي تحصل لصحابي ويسمع عن تفاصيل عالم هو لا يراه تخيل لما القرآن يكلمهم مثلا عن اليوم الآخر وهنتكلم من ده من المركزيات أن أنت غالب عمرك يعني كأن كل عمرك أنت بتقضيه في العالم الآخر ما عادة فترة بسيطة جدا بتقضيها في الدنيا اللي أنت بتشوفها دي فتخيل لما تكون ده تصورك عن الحياة تخيل مفهوم الخلود مفهوم الحياة مفهوم الموت مفهوم العبودية مفهوم الإيمان مفهوم الكفر مفهوم الفسق مفهوم النفاق لما تتعرض لمثل هذه المفاهيم وانت قاعد بتتعرض لها بصورة متكررة من خلال القرآن انت كل مفاهيمك بيتغير لذلك كان فيه درس ممكن برضو ساعدنا في فاهم هذه الحلقة ممكن ترجعوله ان شاء الله درس بعنوان اسمه اعادة ضبط ازاي القرآن بيعيد ضبط تصوراتنا عن الحياة كل الحياة بيعيد القرآن ضبط تصوراتنا عنها طيب يبقى اذا مركزيات الوحي مهمة لان هي اللي غيرت الصحابة هي اللي تكررت في القرآن كثيرا وان الله سبحانه وتعالى مستحيل يخبرنا باشياء وهذه الاشياء تتكرر في القرآن الا وهذه الاشياء تكون مهمة يعني مثلا لما ناخد امر من الامور التعبودية مثلا ونجد ان الصلاة تكررت كثيرا في القرآن يبقى اذا الامر بصلاة امر مهم لما نجد ان قضية التوحيد تكررت كثيرا في القرآن بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا ان فيه سورة سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن وان الصورة دي بتتكلم مجملا عن التوحيد يبقى اذا قضية اخلاص العبادة لله وان الانسان يصمد بقلبه الى الله سبحانه وتعالى ده معانا ضخم جدا في القرآن يبقى اذا فيه معاني محورية يبقى ايه مركزيات الواحي مهمة لان هي اللي تغير بها الصحابة لان دي امور تكررت في القرآن والله سبحانه وتعالى حكيم وطالما الامور دي تكررت في القرآن يبقى الحكمة معينة ثالثا ان احيانا الانسان لما بينشغل بالفروع قبل الاصول بيطبق الفروع غلط وده احيانا بنجد ان انسان بيضيع امور عظيمة في الدين ويهتم بامور كل الدين مهمة لكن ضيع امور اقل اهمية يعني مثلا تجد انسان مفرط في الصلاة ويتكلم مثلا في مسألة مسألة اخلاقية معينة مركز عليها جدا وهذه المسألة اخلاقية نعم هي من الدين لكن حينما تفرط في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حينما يتعامل الانسان مع قضايا عظمها الوحي ويتعامل معها بنوع يعني لا مبالاة والعكس ان يعظم امور فوق التوحيد مثلا يتعامل ان قضية التوحيد قضية هميشية يعني يقولك قضية الايمان والكفر تمكبرين الموضوع ليه يعني الموضوع بسيط موضوع بسيط هو انت حركة بتقرأش القرآن ولا ايه اقرأ كده القرآن وشوف قضية الايمان والكفر ده من اول لحظة بدأت انت بتفتح المصحف كده من اول لحظة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في سورة البقرة ان الناس انقسموا منهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم منافق وانهما انقسموا بسبب نزول الوحي منهم من اقبل عليه ومنهم من اعرض عنه ومنهم من نافق في التعامل معه يبقى اذا قضية الايمان والكفر قضية عظيمة قضية مركزية ازاي ما نهتمش بيها يبقى قضية فهم ثوابت ومركزيات الوحي بتفدنا في ايه؟ بتفدنا ان احنا لما نيجي نبني بناء الاسلام بداخلنا سواء في الباطن او في الظهر في حاجة اسمها ممكن نسميها مجازا بناء الاسلام يعني ايه بناء الاسلام؟ يعني مثلا واحد الاسلام بتاعه عبارة عن ايه؟ الدين بتاعه عبارة عن ايه؟ الدين بتاعه عبارة عن بعض العقائد على بعض الاعمال هو مبنى بتاعه بسيط شوية في واحد مبنى الاسلام بتاعه ضخم عقائد ومبادئ وعبادات وأخلاق وتكاليف وآمر ونواهي مبنى ضخم طيب إيه الأسس اللي احنا محتاجين نبني عليها الإسلام ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس يبقى إذن في حاجات هي أسس أنت محتاج تحطها الأول عشان تعرف تبني بناء الإسلام ويكون بناء الإسلام بناء صحيح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أرسل معاذ من الجبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب طيب أعمل إيه محتاج تحط أسس الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة اللا إله إلا يبقى قضية التثليس أو قضية عيسى بن الله ده شرك الأول تدعوهم إلى التوحيد شهادة اللا إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت محتاج تحط أسس في الأول عشان بعد كده نبني الفروع على هذه الأسس يبقى مركزيات الوحي بتبني بداخلك أسس تجعل بقية بناء الإسلام بناء ثلث فبالتالي لو الإنسان استقر بداخله هذه المركزيات وهذه الثوابط حينما يتلقى بقية أوامر الشريعة يتلقاها بثلاثة يتلقاها بيوسف مش هتجد نوع ممنعة يعني هتجي تكلمه في بعض أحكام المعاملات المالية مثلا وتقول إن المعاملة المالية دي حرامة وإن المال ده لا يجوز أن تأكله هيقعد نقاشات طويلة لو هو متأصل عنده ثوابت إنه عبد وإن فيهم آخر وإن الذين يأكلون أموال اليتم ظلما إنما يأكلون في بطنيهم نارا وإن المال الحرام ده سماه الله نارا لأنه سيقول به يوم القيامة إن لم يتب أو يتوب الله عز وجل عليه سيقول إنه يكون نارا في بطنيه والعيده بالله يوم القيامة يبقى إذن محتاج أن يؤمن به إنه عبد وإن فيه إله بيأمر وإن فيه يوم آخر سيحاسب محتاج يؤمن بهذه القضايا الأول قبل ما هو بكل سلاسة يترك هذا المال مثلك الصحابة لما تحطت عندهم المركزيات وتأسست كثيرا في مكة لما راحوا للمدينة وكانوا من عشاق الخمر الخمر ده دي الخمر دي كانت المشروب الرسمي في جزيرة العرب يعني الخمر دي كانت بتسعيدهم على الشجاعة وكان بيستدفئوا بها في الشتاء يعني كان المشروب الرسمي بتاع الخمر يعني كان محد يجي له ضيف بيقدم له الخمر فتخيل لما فجأة ينادي منادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طرقات المدينة أن الخمر قد حرمت فطلح يقول لأنس قم يا أنس وكان بيخدم القوم اسمع إيه بإيه الصوت بإيه المنادي ده بيقول إيه فقال إن منادي رسول الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت فقال له أهرقها يا أنس إيه ده بكل بساطة كده يعني يدخل لما عندهم الخمر ويهرقها وتسير الخمر في طرقات المدينة إزاي ده حصل إزاي ده لما تحطت الأسو الصح لذلك أمونا عايشة بتفسر المعنى اللي أنا عايزة أقوله في الحديث في البخاري بتقول أمونا عايشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة يبقى دي من المركزيات يبقى إحنا لما نقول إحنا عايزين نعمل في الدعوة وعايزين نبلغ للناس الوحي من المركزيات اللي لازم نبلغها للناس الجنة والنار أمونا عايشة بتقول أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ضمن المفصل ده المفصل ده فيه حاجات كتير فيه ذكر الجنة والنار لما الناس تلقوا المفصل تلقيا صحيحا حتى إذا ثاب الناس ناس عادت إلى ربنا سبحانه وتعالى فنزل لا تشربه الخمر فأهرقه الخمر لكن لو كان أول ما نزل لا تشربه الخمر لقال ونشر يبقى إذن الإنسان فايدت كثرت مدولة معنى مركزيات الوحي وإن الإنسان اللي معاني يستقر بداخله إنها تخليه عنده نوع من السلاسة في تقبل أمر الله سبحانه وتعالى بعد كده لما يأتي أمر صعب على نفسه يعني من الآيات الجميلة جدا واحد بيقرأها عشان بس إنت لما تيجي مثلا إيه تنازع نفسك لوقت أنك أنت أمر من أمر ربنا تقيل عليك أو مثلا صلاة الفجر في البد ده فما يقرأ قوي الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم هو بيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سيدنا إبراهيم شاف منام طبعا هي رؤية الأنبياء حق لكن كان ممكن سيدنا جبريل ينزله كان ممكن سيدنا جبريل ينزل في مجموعة عمد الملائكة ويقول له سيدنا إبراهيم موضوع خطير وموضوع مهم ومحتاج تهيئة وخذ الموضوع بالراحة ويصبروه لا الموضوع مجرد أنه رأى رؤية من الله سبحانه وتعالى في إيه ده الأمر جاله إزاي الطريقة إيه هو الأمر أن يذبح أحب الناس إليه ابنه الذي طالما انتظره وفي مرحلة بلغ معه السعي ويقوم إبراهيم بكل سلاسل ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى فلما أسلم الاثنين شوف ألف التثنية دي أي أسلم إبراهيم إلى أمر الله وأسلم إسماعيل إلى أمر الله عليهما السلام فلما أسلم وتلاه للجبين لما نفذ أمره نديناه أياه إبراهيم شوف سلاسة إبراهيم عليه السلام في الاستجابة وشوف إحنا الممانعة اللي عندنا لاستجابة أمر الله سبحانه وتعالى يبقى إذن مركزيات الوحي بتساعدنا إن إحنا نتغير بتساعدنا إن يبقى فيه سلاسة في تلقي أمر الله سبحانه وتعالى بتساعدنا ان بناء الاسلام يكون بناء متكامل يعني الاسف احنا الوقتي بنجد مع انتشار قضية العلمانية ومسألة العلمانية دي بتحتاج شرح طويل لكن يعني فيها نوع من الخلاصة كده ان اصبح الدين بيحيد في قضايا معينة والدين ممكن يستجلب في قضايا معينة يعني بعض القضايا الاخلاقية مع بعض القضايا التعبدية ويتم تحييد الدين في مكان زي المسجد او زمان معين زي مواسم العبادات لكن الدين يتغلغل في كل نواحي الحياة هذا العلمانية بترفضه كتير من المجتمعات الاسلامية لما فرضت عليها العلمانية قصرا بعض المجتمعات تشرب ده يعني بعض افراد المجتمعات الاسلامية تشرب العلمانية فبقى هو ممكن في حياته بيعمل فعل من التعبد من العبادات وفي نفس الوقت عنده افكار بتتصادم مع اصول في الدين يعني عادي ممكن واحد يقولك احنا ننكر السنة ايه اللي يحتاجينه في السنة اما حاجة القرآن هو مش فاهم قيمة السنة او ان هو مثلا يبدأ عنده قضايا شو هتقولك هو ليه موضوع ان الاسلام هو قضية ان الاسلام هو الدين الحق الاوحد طب ما نقول ان كل الاديان جميلة واهم حاجة ان احنا نبقى كويسين وما نوسخش الطرقات ونقول شوية حاجات كده ظريفة تبقى اياه دي اللي تجمعنا ونعمل دين جديد كده وده بالفعل يعني بيتكلموا فيه نسميه دين الانسانية ومش لازم بقى موضوع ان الاديان تفرق انت خيل ناس مسلمين ممكن فيه ناس مسلمين تتبنى ده ان كتير من الاحصايات احنا اتعاملت ان ممكن يعني ياخدوا اراء بعض المسلمين في بعض الدول الاسلامية ايه رأيك في مسألة تطبيق الشريعة هل انت شايف ان الشريعة ممكن صلاحة للتطبيق ممكن فيه ناس بترفض هو مش قادر يفهم يعنيه اسلام يعنيه كمالس اسلام لله يعنيه شريعة دي من المركزيات من الاسس مش قادر يفهم ده فاذا احيانا بيكون بناء الاسلام في نوع من التشويه حصل حصل طبعا هو حصل بقصد في من ادعوا قضية الاستعمار وبس والافكار بتاعتهم والاستعمار الوقتي بيأصبح فكريا وليس عسكريا فقط مع بقاء الاستعمار العسكري زي ما احنا شايفينه في كتير من الدول يبقى اذا نشاهد ان بناء الاسلام احيانا بيكون مشوه بل الان للأسف اصبح كثيرا احنا الوقتي بنتلقى الدين منين يعني الوقتي عموم الشباب يعني سواء الشباب او الفتيات بيتلقوا الدين منين يعني هو عقلية الاسلام هيفكر به ازاي ازاي يصبح مسلما حقا يعني ازاي الصحابي لما بكل بساطة كده انتقل من حضارة الاسلام اللي كانت بتبنى في المدينة ولم تكن بنفس المستوى المادي المادي اللي عند فارس والروم ويخرج واحد من الصحابة ويروح لحضارة اخرى زي فارس والروم يدعوهم الى الاسلام واول لما يوصل ويشوف القصور ويشوف الفرش ويشوف الزينة اللي موجودة تخيل ازاي ما يحصلوش حالة الانبهار وازاي يمشي بالرمح بتاعه على الاسرة كده بل حتى يقطعها ويقوله كلمة تخلد كشعار من شعارات الاسلام الان في انتشار الاسلام نحن قوم ابتعثان الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة انت متخيل المعنى العام اللي قدر يصيغه بكلمتين بالرغم ممكن يكون النابس ما حفظوش الكلمتين دول ولا حاجة هو فهمها هو فهم يعني ايه مسلم هو فهم ايه دوره هو فهم ما معنى العبودية هو ايه فهم دوره تجاه نشر الاسلام هو فهم ده فبالتالي لما قابل حضارة اخرى قدر يتكلم عن الاسلام بعزة قدر انه مايفقدش هويته كمسلم لكن احنا الاسف حتى لو الاسلام بمر بكبوة حتى لو الاسلام بمر بازمة ودي حقيقة الاسف اسلام بمر بازمة بمر بكبوة لكن اه لن يموت ابدا فتجد ناس بتتخلى عن الاسلام وبيضغر هنا قضية ممكن نسميها سلطة الثقافة الغالبة اللي تكلم عنها ابراهيم السكران في كتابه سلطة الثقافة الغالبة يبقى ايضا مركزيات الوحي بتساعدنا ان احنا نفرق ما بين ركزوا معاي في النقطة دي احنا نفرق ما بين الاسلام واحيانا اسلمت بعض الافكار التي هي اصلا غير اسلامية يبقى احنا محتاجين نفرق ما بين الاسلام وبين اسلمت بعض الافكار التي هي اصلا في الاساس ليست افكار اسلامية هي بتضد الشريعة طبيعة الاسلام انت عشان تتخيل ما هو الاسلام وايه معنى العبودية وازاي ما هو الربوبية والولوهية في الاسلام توحيد الربوبية و توحيد الولوهية وازاي تفهم مفهوم اليوم الاخر والشريعة كل ده أصوله ذكرت في الواحد تكرار ده مرورك على القرآن بصورة متكررة بيجعل دي أسس عندك فلما تيجي فكرة مضادة بتخالف أصل من أصول الشريعة أنت بترفضها تلقائيا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة الأنعام كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لما ربنا فصل الآيات في سورة الأنعام البعدها ولتستبين سبيل إحنا قراءة حفظ بتاعتنا مرفوع سبيل المجرمين في قراءة ولتستبين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم الفاعل هنا محمد صلى الله عليه وسلم سبيل المجرمين أي فصل الله لنا الآيات في القرآن لنتبين نحن ما هو سبيل المجرمين من سبيل أهل الإيمان القراءة بتاعتنا بتاعت حفظ ولتستبين سبيل المجرمين أي إذا فصلت الآيات ووضحت للناس استبانت وظهرت طرق المشركين للناس وطرق أهل الضلال أصبحت واضح بمعنى أوضح وبتوضحت المعنى ده بصورة تفصيلية في درس ماذا لو غابت القرآن اللي عايز رجعله ماذا لو غابت القرآن المعنى ببساطة أن لو إحنا شرحنا للناس الوحي وعرضنا للناس لنور القرآن بصورة مفصلة موضحة وبيننا لهم هذه الأسس التي تعرض لها القرآن كثيرا الناس بكل بساطة حينما يعرض عليها فكرة ضالة تصادم أصل لنصول الدين الناس هترفضها ببساطة لكن الآن ممكن يعرض فكرة على كثير من المسلمين يتقلوهم الإسلام مش هو الدين الحق الأوحد بلاش تدعو لاحتكار الحقيقة ممكن يكون الإسلام صحة وغلط هناك أديان أخرى قد تكون أديان حقيقية وأديان ليست باطلة الآن فأنت تستغرب وإن في ناس ممكن تقبل لهذا الهراء هذا العبث إزاي ما يبتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إزاي ده الآيات مركزية واضحة وتكررت كثيرا طب ولما هو أي دين تاني ممكن يقبل ليه يعني عشرات نداءات نزلت في القرآن لكل الناس يا أيها الناس دعوة للإسلام يا أهل الكتاب نداءات كثيرة لأهل الكتاب أن هم بيدعوا إلى الإسلام زي ما في سورة المائدة طب ولما هو إن ممكن أي حد يختار له وعايزه طب وليه الوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سعى وجاهد في الأرض لنشر الدين وإزاي الصحابة قبورهم توزعت في أطراف الأرض عشان ينشروا الإسلام فهي أفكار أنت بتتعجب منها إزاي أصلا المسلم يقبل ده يبقى إذن في الأسس خوية المركزيات مش محطوطة صح يبقى بنتكلم على أهمية المركزيات لفهم الإسلام الشمولي وعشان نفهم الإسلام الحق بعيدا عن الأسلامة المشوهة طيب عايزين نبدأ ناخد نموذج تطبيقي بقى للي أنت بتقوله ده أنت بتقول المركزيات وكلام الكبير اللي أنت عملت تقوله ده أنت وصل لنا اللي أنت عايز تقول طيب إحنا هنتكلم بطريقتين طيب الأول إما هنحاول نشرح فكرة المركزيات من خلال صورة الفتحة أو هنتكلم إن إحنا نحاول نشرح فكرة المركزيات من خلال استقراء بعض النصوص بحيث أن إحنا نوصل لثلاث مركزيات بيتفرع عنها بقيد كل حاجة أنا كنت محتار بصراحة أبدأ بإيه لكن خلينا الأول أشرح فكرة قبل ما أبدأ سواء بصورة الفتحة أو بالفكرة الثانية خلينا أشرح لكم فكرة ممكن تبقى صعبة شوية لكن أقولها بصورة مبسطة وحين على مصادر اللي عايزي رجع عليها على مدار التاريخ هناك أفكار كثيرة وأغلبها كانت أفكار ضلة بتحاول تجاوب على أسئلة بداخل النفس يعني النفس دايما بتسأل عند المجهول الشيء الغائب عنها يعني النفس بطبيعتنا بتسأل ماذا بعد الموت هل هناك إله هل هناك في قوة أكبر مننا اللي إحنا ممكن بنسميها الفلسفات الكلية اللي ممكن بتسير حياة الناس يعني إيه يعني مثلا تجد ناس ممكن تتبنى حاجة اسمها الليبرالية ممكن ناس تتبنى الاشتراكية دي كلها ممكن نسميها الحداثة أو غيرها يعني أيا كان نوع المسامعات مش هتدخل في التفاصيل دي دي فلسفات مش بس مجرد بتعبيرنا بتحب الواحد بيقول كلام مش بيقوله إيه أنت بتتفلسف لا دي مش كلام مش مفهوم دي فلسفات دي رؤى ليها اختيارات حياتية يعني ممكن إنسان بيترك زي للحد مثلا ده فلسفة لنظرة الحياة ده واحد بينظر للحياة إنه مفيش إله إنه مفيش هم آخر وبالتالي يبقى لما بيحط أسس معينة دي أسس مركزية عند الملحد إنه مفيش إله مفيش بعث وبالتالي من حقه يعمل له عايزه وبالتالي مفيش حق مطلق وبالتالي يبقى كل التفريعات دي نتيجة الأسس المركزية اللي حطها كل فلسفة لها مركزيات بترجع لها يبقى التاني كده ركزوا معايا أي فلسفة في الدنيا أي تصور أي رؤية حد بيطرحها غالبا بتعود إلى مركزية معينة يعني لما نقول مثلا الليبرالية الليبرالية بتعود إلى مركزيات معينة الاشتراكية الإلحاد أي كان الصورة الفلسفة اللي بتطرح علينا اللي احنا بنسمحها دي العلمانية كل دي بتعود إلى مركزيات يعني ممكن تبقى الفكرة كبيرة قوي يعني ممكن تيجي تقرأ كتاب ضخمة عن العلمانية أو كتب سلسلة ضخمة عن الليبرالية احنا بنقول إيه عايزين الخلاصة يعني إيه الخلاصة يعني أصول الأفكار دي بتعود إلى إيه يعني الفكرة دي بترعي إيه لقوا بعض اللي حاول يجمع في الفلسفات لقوا أن غالبا أي فكرة بتعود لحاجة من ثلاثة على مدار التاريخ أي فكرة لما قاعدوا يحللوها ويجيبوا الفكرة المجردة بتاعتها يعني آخر الفكرة دي الفكرة دي كانت بترعي إيه إيه أهم حاجة في الفكرة دي كانت بترعي إيه لو غالبا أي فكرة على مدار البشرية بترعي حاجة من ثلاثة إما يكون الفكرة المركزية في الرؤية أو في الفلسفة أو في التصور ده الفكرة المركزية هي الله أو الإنسان أو المادة خلينا ناخد نموذج المسيحية مثلا على أن هي بتحرفها حتى خلينا نتكلم قبل الإسلام أن لما المسيحية هي بتقول أن المركز يعني الحاجة وكل الأديان مش المسيحية بس الأديان بتقول أن المركز هو أن احنا حق الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق والله سبحانه وتعالى هو الذي رزق والله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر ويانه ففي حصل تحريف الأديان فجاء الإسلام وهيمين على كل هذه الأديان يبقى الأديان لما بتتكلم بنرجع عن الفكرة المحورية بتاعتها الله بعد كده نشأت أفكار لا 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 مش مهم إن احنا نقول ماذا يريد الله وحقوق ربنا لا لا أهم حاجة الإنسان أهم حاجة الإنسان ده إيه اللي يبسطه وإيه اللي يسعده وإيه هي حقوق الإنسان حتى لو وإحنا بنتكلم على احتياجات الإنسان ده هما بيقولوا كده حتى لو حاجات حرام مش مشكلة يعني مش مهم قضية حلال وحرام دي مش معنى مركزي عندهم قضية الله ماذا يريد الله ما الذي يحبه الله لذلك نشأ نصطلح حقوق الإنسان حقوق ربنا ما عادت ما عادش حد يتكلم عنها يعني مفيش هيئات تدافع عن حقوق ربنا اللي يعني المفروض إن دي الشريعة لما بتطبق لا الوقت يبقى المنظمات وهي بتتكلم عن حقوق الإنسان يقولك الإنسان كإنسان مش مهمة مؤمن وكافر التقسيمة أصلا مؤمن وكافر دي مش موجود لغى التقسيمات اللي مبنية على الدين ليه؟ لأن المركز عنده فكرته هو الإنسان أصبح إن أهم حاجة نتكلم عنها الإنسان بعد كده ممكن تيجي فكرة تانية بتتكلم لا 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 أهم حاجة هي المادة أهم حاجة الفلوس أهم حاجة اللي يجيب قرش ده المركز الفكرة بقى الرأس المالية أهم حاجة المادة أصبح الإنسان نفسه سلعة يعني الإنسان لما تقوله فلان يقولك بكام يعني ما تيجي تكلمه عن إنسان زمانه كان بيحترم الإنسان كإنسان الوقت تقوله الإنسان يقولك أيوة الإنسان ده بكام شهاداته بيجيب كام يقدر يدخل داخل الديب يشتغل كام ساعة في الإسبوع أصبح تسليع الإنسان أصبح الإنسان في حد ذاته كسلعة أصبح المركز الآن وده الواقع اللي احنا عايشينه على البشرية مرت بالأصور كده كان فترة الفكرة المركزية الله بعد كده بقى الإنسان بعد كده الوقت الفكرة المركزية الغالبة الوقت على العالم سواء الغربي أو الشرقي العالم الوقت أغلب ما يسيره قضية المادة ونشأت فكرة الشركات العابرة للقرات وأنه بقى أغلب اللي بيسيطر في التحركات الوقت هو تحصيل المال ده أغلب شيء بيسيطر دي الفلسفات سواء ضلة أو سواء حقيقية أو حتى اللي بتبنت أن المركزية الله تصورات مشواهة عن ربنا تعالوا بقى نروح للإسلام إحنا كده قلنا الناس بتفكر إزاي عموم الناس الأفكار الضلة بتفكر إزاي الإسلام إيه المركزيات اللي عنده يعني إذا كان ده شايف المركزية في المادة وانت اعترضت أو ده شايف المركزية في الإنسان وانت اعترضت ومال إيه هي المركزيات اللي عندنا يعني القرآن تكلم عنا كثير موقع الإنسان يعني إحنا بشر موقع الإنسان بيستفد من إيه يعني قيمة الإنسان يعني لما ربنا قال مثلا عندنا في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم تعالوا شو بقى كلمة أتقاكم دي إيه المعنى المعاني المحورية احنا قلنا بقى هنشرح ده يعني فيه مسلس كده كل الفلسفات بتعود في الآخر اللي حاجة له الفكرة ما كده زي الله الإنسان المادة احنا نرسم مسلس تاني هنجد إن من المفاتيح اللي ممكن تقودنا الفهم ده قول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدري لما نجي نشوف الآية دي ما قدر الله حق قدري المعنى ده أنا بحاول أكرره كثير في كتير من الدروس عشان يستقر عندنا ما قدر الله حق قدري نجد إن الآية دي تكررت في أكتر من سورة سورة الأنعام، سورة الحج، سورة الزمر وفي كل موطن كانت بتتكلم في سياق معين مرة في سياق الخالقي صفة التي يتفرد بها الله سبحانه وتعالى سورة الحج لن يخلقوا ذبابا ومرة مع إنزال الوحي وما قدر الله حق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشري من شيء في سورة الأنعام ومرة مع اليوم الآخر يوم القيامة وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة عايزك بقى تدخيل كده معي المركزيات دي تلاتة كده نعمل المثلث الله الوحي الهدى النور الشفاء اليوم الآخر المثلث ده ده من أهم المركزيات عند المسلم ما ينفعش يغيب عنه حاجة منه في ناس كفرت بالله الملاحدة أنكرت وجود ربنا في ناس أثباتت وجود ربنا أنكرت البعث زي المشركين أي حد بينكر البعث غالبا sins وفي ناس أمنت الله وأمنت باليوم الآخر وحرفت في الوحي داه ليهدوا النصار يبقى إحنا عندنا ثاني المثلث بتاع المركزيات بتاعنا المسلمين الله نؤمن بالله سبحانه و تعالى ما هي أسماء الله، ما هي صفاته، ما هي فعل الله سبحانه و تعالى blur ما هي أسماءه، ما هي صفاته، بما هي فعله نتعرف عليها بعدين من الوحي الفكرة المركزية البساطة ربنا أن الله سبحانه وتعالى خلقوا هذا الكون وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولكن هؤلاء الخلق سيبعثون يوم القيامة يحاسبون على كل أفعالهم ما هو المنهج الذي سيحاسبون عليه لأجل ذلك أنزل إليهم الوحي ده ببساطة كده فكرة مركزيات الوحي يعني اللي أنا قد تستطرين دول ده الملخص اللي القرآن بيكرره كتير لو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا لنعبده على مراده ثم نحاسب على ذلك يوم القيامة يبقى عندنا المركزية تركيزوا معايا الله سبحانه وتعالى لكن احنا بنتعرف على ربنا مش بمزاجنا مش بنقعد ندخل بقى في تفاصيل وإخناءات كده في علم الكلام وندخل ونقعد نشغل دماغ لا 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 احنا تعرف الله سبحانه وتعالى من خلال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في عندنا عالم اسمه عالم الغيب ده ما نعرفش عنه حاجة أن ربنا اللي يخبرنا به أو النبس صلى الله عليه وسلم اللي يخبرنا به عالم الغيب يعني في عندنا عالم ضخم اسمه عالم الشهادة تخيل كل المخلقات التي تراها والأحداث والأزمنة التي تعيش فيها كل ده اسمه عالم الشهادة لكن في عالم أخر موازي عالم مخلوقات عالم أخر الملائكة والجن وأوامر الله سبحانه وتعالى والتقدير عالم آخر اسمه عالم الغيب ده اللي بيخبرنا بيه ربنا سبحانه وتعالى ركز معاه تاني عشان من توش المسلس كده الله الهدى الله سبحانه وتعالى خلقنا ثم يبعثنا ليحاسبنا على ماذا على الهدى الذي أنزل الله سبحانه وتعالى طيب الاختلافات اللي حصلت في البشرية نتيجة اختلاف حاجة من التلاتة أو في التلاتة أو في الاتنين زي ما أنا ذكرت فيه ناس أنكرت وجود ربنا فيه ناس تصورتها عن ربنا تصورات مشوهة أصلا يعني فيه ناس فهمها ورؤيتها وبيتكلم عن ربنا هو مش فاهم هو بيتعامل مع ربنا يعني تعالى الله عم يقولون زي ما يتعامل مع البشر يعني زي ما في اليهود قال ويده الله مغلولة فيه ناس بتقعد يعني لما ربنا يأمر بأمر يعود يسألوا ليه وليه من الشاء ويعود يسأل ربنا سبحانه وتعالى يسأل عم 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 يسألون هو مش فاهم يعني يا ربنا أصلا وفي واحد اليوم الآخر مش في حساباته فبالتالي المركزيات عنده مش منضبطة أصلا طيب لو احنا حبينا نقول انت الوقت بتقول الله والهدى واليوم الآخر طب وبقيت موضع القرآن فين يعني انت الوقت يا عمان القرآن مليان قصص والقرآن مليان أوامر وفي نواهي وفي أخبار يعني بقيت القرآن فين انت بتقول ان دي مركزيات اللي احنا ممكن نحاول نرجع معظم الآيات للأسس دي فين الكلام ده تعالوا برضو هنرجع للمسلس ده تاني تعالوا كده نبص على سورة الفتحة مش لابعنا شرحنا الفكرتين وننطلق من خلاله تعالوا نرجع كده انا مش عايز اطول عليكم تعالوا نرجع كده لسورة الفتحة ربنا قال ان الفتحة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان الفتحة دي سبع المثاني طبعا وفي خلاف عد السبع آيات هل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما عندنا في المصحة في الكوفي قراءة حفظ هي واحد والآلة الأخرين هي الآية الطويلة الآية السابعة ولا العد بيبدأ من الحمد لله رب العالمين بعيدا عن هذا الخلاف ده مش موطن ترجيح لكن خلينا نعدك كده نقرأ مع بعض السورة الفتحة شوف ايه المعاني لان الفتحة دي أم الكتاب دي المعاني المحورية اللي ذكرت بصورة مركزة في أول القرآن وبقيت القرآن بيصب بيشرح تفاصيل سورة الفتحة يبقى ايذن في مركزيات مذكورة سورة الفتحة ايه هي دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أول معنى مركزي هام رب العالمين نعمه رب العالمين الثناء على رب العالمين إذن من أول لحظة وأول مفهوم مركزي الكل مربوب الكل يحتاج إلى رب الشيء كل المخلوقات حتى تربوا حتى تنموا بحاجة إلى خالق بحاجة إلى الله كلمة الرب هل السيد هل المنعم هل المدبر كل دي معاني تدخل ضمن الرب يبقى من أول معنى مركزي بيبدأ بيه المصحف بيبدأ بيه الفتحة بيبدأ بيه القرآن ويتكرر كثيرا العالمين كل العوالم جمع جمع كل العوالم التي تراها هي بحاجة إلى رب الله خلقها ويرزقها ويدبر أمرها لو تركها لسقطت تفنى تضيع لا تكله إلى نفسه طرفة عين أول معنى محوري وهذا الرب أهل للثناء لذاته ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله الحمد لله مطلقا يثنى عليه ده معنى محوري يعني إنك مش فهم يعني إنك مربوب ده يعني أسس من الأسس الدين ناقصة فبالتالي لما تيجي الأوامر والناهي مبنى الإسلام يتبنى بيتبنى ناقص لأن الأسس فيه نوع من الزلزلة والخلخلة فيسقط البناء عدم مفهوم يعني إن أنا مربوب يعني إن أنا ضعيف يعني إن أنا مخلوق يعني إن أنا محتاج إلى رب وأنه سبحانه وتعالى يثنى عليه بكل الأسماء الحسن والصفات العلا سبحانه وتعالى الحمد لله خالص له سبحانه وتعالى رب العالمين ده معنى مركزي في القرآن تقرأ سورة الأنعام وسورة الرعد وسورة فاطر سور يعني استفادت في الكلام عن الله سبحانه وتعالى لتعرف ما معنى رب العالمين لما فرعون سمع الكلمة قال وما رب العالمين سيدنا موسى جاوب أنت بحتاج لما تتسأل ما رب العالمين تجاوب رب السماوات والأرض وبينهما رب المشارق والمغارب رب المشرق والمغرب ربكم ورب أبائكم رب كل شيء سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى سيد نوسى بيجاوب لأنه عايش المعنى ده يبقى أنت كمربوب حيك تعايش المعنى ده ده معنى محواري ده معنى مركزي كيف تبني طاعتك كيف تبني طاعتك أنت بدون فهم هذا المعنى إزاي وانت ساجد تقول سبحان ربي يا الأعلى انت مربوب تقول يا رب أنت ربي ليس لي رب سواك أنت سيدي أنت المنعم علي أنت المتفضل أنت الخالق أنت المدبر أنت الرازق أنت الأعلى وفي الركوع أنت العظيم أنا عبد أعترف وأقر بذلك ده معنى محواري اللي بيفقد المعنى ده لما بيجي أتلقى الأمر والنواهي ما بتلقاش صح هو بيش فهم عظمة الله يعني لما بتقرأ إنما قولوه إنما أمروه إذا أراد شيئا يعني معنا كآية عظيما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أي شيء مهما تتخيله ربنا يريده يقول له كن فيكون زي ما ربنا قال هو علي هين ببساطة كده هو ببساطة هو علي هين سبحانه وتعالى ده معنى عظيم وأخص صفة أخص صفة من صفات هذا الإله العظيم من رب العالمين أخص صفة الرحمن الرحيم دي أفردت لا الحمد لله رب العالمين دي آية في آية تانية أفردت لها معنى الرحم ده من أعظم المعاني المبثوثة في الكون أنت لما تشوف الأم وهي رايحة تغطي ابنها في الشتاء أو أولياء الأمور وإحنا في أيام الامتحانات وهم بيستنوا أولادهم قدام لاجمة الامتحان أو الأم اللي تقعد يعني ساعات طويلة ليالي مع ابنها في مستشفى روح مستشفى الأطفال روح مستشفى الأورام الأطفال مثلا وشوف قدي الأم من غير ما حد بيديها أوامر هي اللي بتعمل ده وهي اللي بتسعى ولا تشتكي لأحد ده معنى الرحمة مبثوث في الكون كل ده جزء من 9-9 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى ده معنى عظيم ده مركزي لابد أن أنت يكون أهم وصف عندك تتعامل بيه من الناس وصف الرحمة أهم حاجة وفي حاجات ربنا اللي هو اللي هيقولك لا تأخذكم بيهما رأف لكن الأصل أنك أنت بتتعامل بالرحمة مع الناس الأصل ده الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى ده مركز ده معنى أساسي في الوحي أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن هو الرحيم سبحانه وتعالى وقت كده المعنى المحور التالت أو المركزية التالتة مالكي يوم الدين نرجع تاني لفكرة المثلث إحنا قلنا المثلث بتاعنا المركزيات بتاعيتنا الله الوحي الواحد رحمن رحيم هناك يوم الدين في يوم بعث لا لا هذا اليوم لا يملكه الا الله لا يقضي فيه الا الله الكل يسكت لا يتكلم فيه احد الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين العباد لمن الملكه اليوم لله الواحد القهار ملك يوم الدين ومالك يوم الدين يشوف الانتقال كده عزيزة خالتاني رسمة المثلث الانتقال بالكلام عن الله لان المؤمن من المركزيات الاساسية اللي عيشها ان هناك يوم يبعث فيه الناس لازم في يوم ان هناك يوما يبعث فيه الناس يوم الاخر والعجيب هنا ان ربنا اصطفى واختار ان يكون الاسم اللي يتقال في الفاتحة ليوم القيامة اسم يوم الدين يوم الدين بيحمل معنى الخضوع ومعنى الحساب معنى يوم الدين بيحمل معنى يوم يخضع فيه الجميع لله ويوم انت عليك حسابات هتتحاسب يعني مش عبث مش احنا كده افحاسبتم انما خلقناكم عبثة وانكم ولينا لا ترجعون هيحسب الانسان وان يترك السودة لا ابدا كل فعل بيحدث ايك تفتكر ان الاحداث اللي بتحصل حواليك دي كلها كده هتعدي يقول لك فلان عمل المصيبة دي وعدت وفلان اتقتل ومحدش خد باله وفلان اتسرق ومحدش واي في جنبه وفلان اتظلمت ومحدش حس بيها ابدا دي دار الابتلاع فيه دار جزاء فيه هناك دار الجزاء كل ده مكتوب كل ده حساب خمسين الف سنة لذلك ربنا اختار ان الاسم يكون اسم يوم الايه يوم الدين الكل يخضع وكل يحاسب حتى الانبياء يقولون يا ربي سلم سلم تدخيل لذلك انت بتدعي يا رب ادخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب لان زي ما نفسنا قال من نوقش الحسابة عذب فاذا شوف النقلة المركزية التانية يوم الدين ربنا سمى الدين خضوع المحاسبة المجازاة والذي يملكه هو الله فقط يبقى انا لو انا خيف من يوم الدين يعني مثلا عندي امتحان وفي حد هو اللي بيملك وضع الامتحان هو اللي بيحاسب هو اللي بيضع الامتحان هو اللي بصحها انا بكون هدفي ان انا ارضيه اللي هيقول عليه في المانا هجازكه هسمع كلامه ولا اول في امتحان شافوي هروح احضر احاول اللي هيقول ليه لان هو اللي بيملك وضع الدرجات هو بما ان احنا داخلين في امتحانات الترم او انت بتشوف المدرس او الدكتور المادة او انت بتشوف ايه الطلبات ايه كيفية الامتحان بتسأل وليل المثال الاعلى في يوم الدين الذي يملكه هو الله وحده سبحانه وده من رحمة ربنا عشان ما تبقاش رجل فيه شركاء متشاكسون تكون رجل سلما لرجل هل يستوياني مثلا عشان لما تحب تندر يوم القيامة انت لا تفكر الا في رضا الله بس ده مركز ده من المركزيات الوحي ان انك ستبعث وان كل الناس سيحاسبون سيبعثون يوم القيامة ده مركز عندك فبالتالي لما تحدث احداث غريبة مش فاهمها وتشعر ان الظلم انتشر انت كمؤمن انت فاهم اني لسه يا جماعة النوضوع ما انتهاش لما تنظر لاخر مشهد اخر مشهد في قصة اصحاب الاخدود في صحيح مسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبارنا به اخر مشهد ايه في القصة اخر مشهد الملك الظالم بعدما قتل الغلام يا خير انت بتقرأ الحديث وبتعاية الغلام مات الذي دل الناس على الله مات وهو الذي دل الملك الظالم على طريقة قتله ليؤمن الناس ضحى بنفسه بعد كده بعدما الناس قالوا امننا برب الغلام كل الناس امنت ايه اللي حصل في الاخر ايه اخر مشهد ايه اللي حصل اخر مشهد كممكن انت دايما اللي بيتعجل العقبة في الدنيا متخيل ايه ان الناس دي موزة الملك الظالم تخيل ان الملك الظالم هذا المجرم حفر الاخديد في الارض واوقد فيها النار والقى الناس في النيران اخر مشهد بيقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ام تمسك طفلها الرضيع خيفة نطف النار عشان طفلها الرضيع فكاد بيتراود نفسها هل تنطق بالكفر وتعود ولا ترمي نفسها فانطق الله الغلام وقال الغلام الرضيع يا امة اصبري فانك على الحق ده اخر مشهد وتلقى في النار ده اخر مشهد في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب اهل الايمان يعلم اننا على يقين ان كل هلاء سيحاسبون مرة اخرى ان الذين اجراموا كانوا من الذين امنوا يضحكون في الدنيا واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يعودوا التريع عليهم واذا رأوهم اهل الاجرام والكفر اذا رأوا اهل الايمان قالوا ان هؤلاء اللي ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين ده كل ده فين في الدنيا فاليوم يوم القيامة فاليوم ايه اللي بيحصل بها تنعكس الاية ان الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون قيل ينظرون الى عذابهم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون شوف بدأت الذين اجراموا كانوا من الذين امنوا يضحكون اتعكست يوم القيامة اللي لدينا امنوا من الكفار يضحكون شوف لان احنا بنؤمن باليوم الاخر فبالتالي عايزك تتخيل المشهد ده مثال بضربه كتير عشان تخيل قيمة الاخرة يعني ده مركز من المركزيات عندنا تخيل له فيه خط طويل اسفة طويلة جدا افترض ان هي 1000 كم اسفة طويلة جدا واول اتنين متر فيه حدث معين بيحصل تخيل واحد مجغول بالاحداث اللي بتحصل في اول اتنين متر وسايب بقيت ال 1000 كم الى اتنين متر واحداث ضخمة يقولك شوف اللي بيحصل هي ده الدنيا بالنسبة للاخرة الانفس الموضع اصبعها في اليمن بحر محيط تخيل كده تروحت بحر عظيم الارجاء واسع وحط ايديك في البحر وطلعت ايديك كده وقعد يصابك في حواليه بقايا نقاط فقال للمسالة ما الدنيا في الاخرة الا كما يجعل احدكم يصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع هي ده الدنيا يا جماعة شوية النقط شوية النقط دي هي ده الدنيا بالنسبة للاخرة بالنسبة البحر يعني اعمل بقى النسبة مقارنة مفيش مقارنة اصلا وده حاجة تقريبية الخلود انت متخيل بقى اليوم الاخر ده من المركزيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب انت قلت الوقت الله الدار الاخرة قضية الوحي فين اياك نعبد وإياك نستعين هنا ظهر الانسان من بين العالمين الحمد لله رب العالمين هنا ظهر الانسان اهم مخلوق من المخلوقات الان الذي يقدم العبودية ظهر الإنسان إياك نعبده ظهر المؤمن في المشهد في صورة الفتحة وظهر بهو بيقوله بيقول ربنا بيحدد الوجه ويخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب أنا أعبدك لكن أعبدك أنت وحدك يا رب فقدم إياك نعبد أي أفردك بالعبادة لكن يا رب أنا لا أستطيع أن أعبدك أطلب منك الاستعانة وإياك نستحي ويا رب حتى أقوم بهذه العبادة أحتاج إلى منهج أحتاج إلى طريق أحتاج إلى هدى أحتاج إلى نور فأقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم هنا يأتي الوحي ذلك لما قال اهدنا الصراط المستقيم في الفتحة قال الله في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لو قلنا إن الريب فيه جملة معترضة على خلاف من المعاربين ذلك الكتاب هدى للمتقين وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين او ذلك الكتاب الاريب فيه هدى للمنتقين اي ان كان حسب الوقف الابتداء والاعرابات المختلفة لكن هذا الكتاب هدى انت طلبت الهدى اهدنا الصراط هذا هو الهدى الركن التالت من اركان المسلس الهدى الوحي اللي على اساس الهدى تكون العبادة ويكون الايمان وعكسه يكون الكفر ويكون الفسق ويكون النفاق الناس بتنقسم يعني الوحي بينزل كده بيعمل تقسيمات في الارض الارض مش بتقسم بالحدود الارض بتقسم بمؤمن وكافر هذه التقسيمة الحقيقة لذلك ان الفقهاء يقولوا دار ايمان ودار كفر يبقى التقسيمات كانت على حسب تعامل الناس مع الوحي استجابة الناس للوحي في اول سورة البقرة ذلك الكتاب الاريب فيه هدى للمتقين اخبر الله سبحانه وتعالى عن اصناف الناس في التعامل مع الهدى منهم من اقبل عليه ومنهم من اعرض عنه اعرابا كليا ومنهم من كان من المنافقين يقبلوا في حالة انتصار المسلمين كلما اضاء لهم ما شوا فيه وفي حالة الهزيمة يفر واذا اظلم عليه مقاهم دي مقدم سورة البقرة وبعد كده هذا الهدى اتحداكم ان تأتوا بمثله ثم قصة نزول الهدى الارض قصة نزول ادم واحتياجه الى الهدى فاما يأتنكم مني هدى دي قصة نزول الهدى الارض الى ربنا اخبارنا به كنت شرح ترى بالتفصيل في درس اسمه خليفة موجود اللي عايز قصة شرح مقدم سورة البقرة ان قصة نزول الوحي الارض الناس يحتاجون الى وحي لن يعرفوا مراد الله الا من خلال الوحي مستحيل عايزين نعرف تفاصيل الشريع عن جبل مين فبالتالي احنا هنتحاسب على ايه من الايام احنا محتاجين الهدى نتحاسب عليه يبقى المركزية احنا عندنا الوقت انت الوقت قلتلي في قصص لأهل الايمان وقصص لأهل الكفر وفيه اخلاق وفيه تكليف في القرآن ومن انت قلتلي ان المركزيات الله والوحي والدار الاخران ما هو الوحي ده هو اللي قسم الناس الى مؤمن وكافر الوحي هو اللي جاء بالاوامر والاخلاق والعقائد والتكليف الاوامر والنواه الوحي ده هو من اقبل عليه كان من اهل ايمان من اعرض عنه كان من اهل كفر العذاب اللي ذكر للاقوام السابقة هو فرع من اليوم الاخر هو عذاب عجلة لهم في الدنيا لكن من بعد بني اسرائيل اللي مفيش عذاب عام يبقى اذا استحضر المركزيات دي نرجع تاني صورة الفاتحة عشان ما انتهش الحمد لله رب العالمين اتكلمنا عنها رحمن الرحيم مركزيات تانية مركزيات تالتة اللي هي الله يوم الدين مالك يوم الدين بعد كده بدأت قصة الهدى من ان فيه ناس تبحث عن الهدى اياك نعبده عرفوا الناس دول ربنا ما خلقت هذا باطلة سبحانك فقنا عذاب النار اللي ينظر الكون يعلم ان هذا الكون لم يخلق عمثة ما خلقت هذا باطلة سبحانك عرفوا ان فيه مطلوب وان فيه حساب وان لم يقوموا بالمطلوب سيعذبون فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار اياك نعبد وياك نستعين اهدنا طلب الهدى الصراط المستقيم اخر آية من المركزيات الهانمة جدا في القرآن اللي بيغفل عنها ان الناس بينقسموا الى فريقين تجاه هذا الهدى الصراط الذين انعمت عليهم يقول اهل الايمان اهل التقوى اهل الحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهل الباطل وبينهما صراعة الى يوم القيامة دي مركزيات الواحد ان في الاخر بعد نزول الهدى انقسم الناس الى فريقين طب بعد ما انقسموا الفريقين فريق الهدى وفريق الحق هيعيش في نص الكرة ارضية اللي فوق والباطل هيعيش في نص الكرة اللي تحت ويقسموها ومش هيتخنوا مش هيحصل هيظل صراع مستمر الى يوم القيامة لذلك انت تطلب من الله سبحانه وتعالى يوميا اكثر من عشر مرات سورة الفاتحة وتقول يا رب انا خايف يدحك على يروح للمغضوب عليهم او روح للظالين انا خايف من هم المغضوب عليهم الذين عارفوا الهدى ثم لم يطبقوه من هم الضالين الذين طبقوا بغير هدى تأسيمة كلها ناس قبلت الوحي ناس عرفت الوحي واعرضت عنه ناس ضلت وحرفت وبدلت وغيرت المغضوب عليهم والظالين ثم الصراع بين الحق والبطل المستمر الى يوم القيامة فاما ان تكون من جند الحق او من جند البطل يبقى المركزيات انت لما تبحث عن نفسك في وسط هذه المركزيات ما رب العالمين من هو رب العالمين هل تعرفت على الرحمن الرحيم ما هي علاقتك بتفاصيل اليوم الاخر احداث اليوم الاخيرة المبثوثة من اول احداث الزلزلة والانفطار والانشقاق والتكوير الناب صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث حسن الشيخ الالباني قال من صراه ان ينظر الى القيامة رأي العين فليقرأ يعني اللي عايز يشوف يوم القيامة الحل الوحيد ان يرجع للواحد يقرأ اذا الشمس كويرت واذا السماء انشقت واذا السماء فترت انت متخيل ان القرآن بيخليك ترى اليوم القيامة رأي العين لان ده من المركزيات لازم توصل انك ترى رأي العين زي حديث حنظلة يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة ونر كأن رأي عين يبقى ايضا مالك يوم الدين ان تطلب الهدى انت لازم تطلب تقول له يا رب انا عايز اعبدك يا رب لا استطيع ان اعبدك الا بتوفيق منك وياك نستعين لا استعين الا منك اللي ربنا قال عليهم ان هم من اهل الحق ما قالش يعني شوف ركز اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت هو ربنا اللي انعم يعني انت لما توفق حتى لا تغتر بنفسك لما توفق وتكون من اهل الايمان اعلم ان ذلك فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر صراط الذين انعمت عليهم اذا المنهج ده قبل للتطبيق حتى يقول لنا اصلا المنهج بتاع القرآن ده مش قبل للتطبيق لا فيه ناس طبقوه فيه ناس ساروا على الصراط المستقيم وانت تطلب من الله ان تسيرم على خطاه وانت بتطلب من الله سبحانه وتعالى ان يحفظك على الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان تتخطفك الفتن ان تتفرق بك السبل انت خايف لان فيه اصراع مستمر من الحق والباطل اي معنى في القرآن ممكن نعيده الى مركز من المركزيات المذكرة في الفتحة او من الى احنا ذكرناها اي معنى قصة فرعون مع موسى عليه السلام قصة الشيطان عليه وعند الله مع ادم عليه السلام القصص الانبياء كله تعذيب الاقوام التي كفرت الاوامر والنواه التكاليف تمرد بني اسرائيل اي معنى اي قصة في القرآن ممكن نردها الى هذه المركزيات التي لو استقرت بداخلنا نقدر نفهم لذلك سورة البقرة ودي سورة عظيمة نحتاج ان احنا نقرأها كثيرا ختمت بان هناك طائفة قبلت بالوحي امن الرسول بما انزل ليهم ربه والمؤمنون كل امن يعني الطائفة الذين انعمت عليهم دول اللي في سورة الفتحة هم دول امنوا بما انزل الله وتفاصيل الوحي كله بالله وملايكته وكتبه ورسله اليوم الاخر وبالقدر الذكر في سنة سورة خيريه وشار امنوا بالايمان قضاء الايمان امن الرسول والانزل الانزل 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 ثم ختمت وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين يبدون الكافرين اهل الضلال مش هيسيبوا اهل الايمان يطبقوا الدين لن يتركوهم هيحصل صراع فانت تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يثبتك زلك اول ما قلت في اختام سورة البقرة صرنا على القوم الكافرين جات سورة قالية عمران بتقولك ان الحرب بدأت عليكم حرب شبهات حصلت على طول من النصارى وحرب من المشتكين في قريش حصلت في غزو الوحيد يعني سيستمر الصراع بين الحق والباطل هذا من المركزيات يبقى انس لم يكون مسلم ويقولك مفيش يا جماعة موضوع صراع الحق والباطل وانتو بتخترعوا وفاكرين نفسوكم العالم مركز معاكم الاسلام اصلا محدش حطه في الماب ولا حد بيفكر فيه والناس تجوزتكم هو ده ما عندوش مركز من الاسس من المركزيات الوحية مش موجود عنده الصراع مستمر يقول النبي صراع لا تقوموا الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود الصراع مستمر ان الشيطان لكم عدوه فاتخذوه عدوه وفي بما ان الشيطان الشيطان يا جماعة اختب الشيطان لما طلب طلب واحد هو اللي طلب المعركة مستمرة قال انظرني الى يوم يبعثون هو مستني لغاية يوم القيام المعركة مستمرة انظرني الى يوم يبعثون وربنا بيقول ان الشيطان استطاع ان يجند معه جنودا فقتلوا اولياء الشيطان في حزب الشيطان فكذلك في اولياء لله وفي حزب الله سبحانه وتعالى ومصرون دينه ودي سريعا كده محاولة للنظر في المركزيات طبعا كان نفسي بس الوقت خلص نجيب بعض النماذج التطبيقية كنت أتكلم على نموذج الوظيفة ووظيفتنا بس ده ممكن ترجعوا للدرس خليفة مركزية الدارة الأخيرة وخطورة الخطابات الدعوية اللي بتهمش من خطاب الأخيرة وبتعظم من الخطاب الدنياوي في حين أنه مش ده طرح القرآن ارجع على طرح القرآني وشوف يسبق من كلامي ارجع عندها اقرأ القرآن كثيرا فتش في القرآن كثيرا ما هي المواضيع التي تكلم عنها القرآن بكثرة العجيب من الإنسان ممكن يلتقط ويستخرج هو يستنبط مفهوم وبعد كده يضخم المفهوم ده وده مش مفهوم قرآني أصلا فهم المركزيات زي ما ذكرنا في الأول هيساعدك على بناء الإسلام الصحيح إنك تقدر قدر المستطاع ينصح التعبير إنك تفلتر أي فكرة خارجية عن الإسلام لأن أنت فهمت خلاص الأسس اللي تبنى عليها الدين يعني كان نفسي طول معك أكثر من كده لكن اكتفي بعد القدر سبحانك الله بحمدك أشترا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر